اشتركوا في القناة المباراة كانت هتقام في مصر بس عشان الاحداث السياسية اللي بمر بيها في مصر المباراة هتقام في تونس تمام تعليق حضرتك ايه على هذا الكلام والله هي مباراة مصر وافريقيا الوسطى في الجولة التالتة للتأسيات الافريقية الموهلة لكاس العالم هي مباراة هتكون او الجولة التالتة دي بشكل عام هتكون جولة مهمة لمنتخب مصر خصوصا منتخب مصر فاس في الجولة الاولى وان شاء الله عندنا امال كبيرة ان يفوز او يتعادل في الجولة التانية فبالتالي الامال في الجولة التالتة هتكون امال معلقة ده ممكن منتخب مصر يعمل الانطلاقة ويتأهل من خلال هذه المباراة الى نهاية كأس العالم من خلال هذه المجموعة كون ان المباراة تخرج برا مصر وتتلعب في اي مكان تاني اعتقد ان ده بيقل المنفرص مصر يعني انا بلعب مع المنتخبات الاخرى سواء موزنبيق او كل منتخبات المجموعة خارج ملعبي او غينيا او هكذا خارج ملعبي هو بيستفيد بميزة الارض والجمهور وانا كمان لما العب على ملعبي يعني مفيش نوع من تكافر الفرص بلعب خارج ملعبي وبدون جمهور اعتقد ان ده بيقلل كتير من فرص منتخب مصر اتمنى في الفترة الجاية ان المباراة تقام في مصر وان الامن يعيد ترتيب الامور يعيد ترتيب في كرة القدم بشكل عام ان لازم ترجع وليزم ترجع بجمهور لان اعتقد الجمهور المصري يعني اذا كان حادث حصل في مولاة الاهلي وبرصعيد لكن خلاص الناس استوعبت الدرس كويس الناس بدأت يعني تفوق من الصدمة اللي حصلت من هذه المباراة ولابد ان الكرة ترجع من جديد لان ده السبيل الوحيد لتخدم كرة القدم في مصر والسبيل الوحيد لفرض الاستقرار على الحياة الرياضية والحياة بشكل عام في مصر انها تقام في تونس اعتقد انه صعب لان تونس بتمر بنفس ظروف مصر يعني ما عندها نفس الثورة عندها نفس المشاكل وبرضو بيلعب بدون جمهور فانا شايف ان لا المباراة ان شاء الله تقام في مصر وهو لسه في وقت فان شاء الله يعني يكون في اعادة تدويل للقصة وان شاء الله المباراة تقام في مصر ان شاء الله الايام اللي فاتت معسكر الزمالك تم إلغائه بسبب مشاكل مالية وايضا معسكر الاهلي احتمال برضو ان هو يتم إلغائه هل المعسكر الاهلي احتمال ان هو يكون في الخليج مثلا عشان هي البديل الاقرب لإقامة المعسكر ولا ايه اللي هيحصل بالزبط الحياة الاهلي والزمالك في موقف طبعا لا يحسدان عليه الزمالك زي ما حضرتك تفضلت وقلت ان اضطر يلغي المعسكر الاوروبي اللي بيقيمه كل سنة واستعود بمعسكر داخلي في مصر ده لسببين يعني هو نادي الزمالك بيعلن ان لغى المعسكر لان عشان اليورو بتقامه مفيش مباريات والكلام ده لكن هو حقيقة الموقف ان اه فيها جزء اليورو وجزء ان مفيش مباريات لكن الجزء الاساسي زي ما حضرتك تفضلت وقلت ان لا مفيش فلوس نادي الزمالك بيعاني من ازمة مالية كبيرة جدا نفس الامر بيتكرر في النادي الاهلي فبالتالي نادي الزمالك استعود عندها بمعسكر داخلي في القاهرة وبمباراتين معسكر لندة خمسة ايام فقط في الكويت هلعب مباراتين مع النصر والسلمية المباراتين دول بيجهز نفسه بيهم لدور الابطال افتتاح مباراته في دور الابطال الافريقي اعتقد ان نادي الزمالك بالمعسكر ده لم الحدوتها بعد الشيء لكن في النهاية ده مش استعداد جيد او مش الاستعداد المقمول لبداية دوري ودوري مجموعات وبطولة مهمة من خلال استعداد في معسكر داخلي في مصر اعتقد طبعا ده مش الجو الملائم او مش الجو المثالي لفريق زي الزمالك فريق كبير انه داخل على دور الابطال نفس الامر بينطبق على النادي الاهلي لان برضو المعسكر النادي الاهلي هو تقرر ان فيه معسكر في النمسا وانه هيلعب ثلاث مباراة في النمسا على هامش هذا المعسكر وبدأت الاستعدادات ويمكن سيد عبد الحفيظ سافر النمسا بدأ يعدل المعسكر لكن بدأت تظهر في الافق كلام جديد ان المعسكر قد يتلغي لانه مش لقين المباراة المهمة الاهلي برضو بيمر بأزمة مالية وعنده مشكلة مع الشركة الراعي الرسمي بتاع النادي الاهلي لانه طبعا الموسم اللي فات ما اكتملش فبالتالي الراعي بيدفع نص الفلوس فقط يعني التزامات مالية عقود لعبين عنده مشاكل لازم يدفع الفلوس دي ففي ازمة مالية في كرة القدم في مصر بشكل عام في ازمة مالية سواء في الاهلي او في الزماك طبعا بالتالي الان دا الاخرى عندها نفس الازمة لكن انا شايف ان دا مش هو الاستعداد المأمول سواء للأهلي او للزماك ولا مش هي دا المعسكرات اللي تؤهل الفريق لدور المجموعات الافريقي لان دا بطولة مهمة جدا والاهلي والزماك شئنا او قبينا هم منافسين في هذه البطولة الأيام دي تجرى داخل النادي الاهلي يعني بعض الاتفاقات لحسم الصفقات والانتقالات في النادي الاهلي عايزين نعرف ايه الصفقات الجديدة اللي هيقيدها النادي الاهلي والله النادي الاهلي بيصير في اكثر من اتجاه في مركز حراسة المرمى اعتقد النادي الاهلي وصل لمرحلة استقرار عنده الحراس الجيدين رجع الحارس الاساسي بتاعه بعد ما كان عار محمود رجعه تاني مرة اخرى للنادي الاهلي اعتقد النادي الاهلي بشريف اكرامي باحمد عادل يعني اعتقد ان مشكلة حراسة المرمى عنده مشكلة منتهمة ما فياش اي مشكلة خط دفاع النادي الاهلي كلنا عارفين ان مش محتاج تدعيم عنده لعبين على مستوى عالي حتى لما استغنى عن احمد السيد الكابتن حساب البادري لكن برضو في انه عنده مجموعة من اللاعبين القادرين خط وسط النادي الاهلي عنده لعيبة على مستوى عالي على رأسهم محمد ابو تريكا بركات لا عنده لعيبة زخيرة من اللاعبين قادرة على تحقيق متطلبات النادي حسام غالي بعد ما رجع مشكلة النادي الاهلي انه عايز تدعيم في خط هجومه ويمكن هو اتكلم عن اكتر من لعب لكن ما زالت المفاوضات لم تنتهي لكن الاهلي بيبحث عن مهاجم افريقي على مستوى عالي لتدعيم خط الهجوم خط هجوم النادي الاهلي بقى اقل بكثير في الفترات الاخيرة الموضوع لسه لم يصل الى يعني المفاوضات لم تصل الى حاجة نهائية خصوصا ان فيه عائق مالي في النادي الاهلي مش قادر يدفع الفلوس اللي ممكن يجيب مهاجم من بره فهو بيفكر في المهاجمين الافرقى اللي في الدوري المصري فالعملية لسه مازالت غير محزومة طيب عايزين بقى نتكلم دلوقتي على مشكلة اللي حصلت بين زيدان وشناوي عايزين نعرف السبب الحقيقي للمشكلة وعارفين كمان ان اللجنة التنفيذية بتطلب المنتخب بتقديم تقرير عن اللي حصل تعليق حضرتك ايه على اللي حصل؟ طبعا ازمة زيدان ازمة قوية جدا انا شايف ان الجهاز الفني المنتخب مصر لازم ياخد قرار في هذه الازمة ويمكن سبق هذه الازمة ازمة اخرى برضو الاعلام ما ادهاش حجمها وما تكلمش عنها بالشكل الكافي هي ازمة عماد متعب مهاجم الفريق لما في مباراة الفريق الاخيرة مع موزنبيق رفض ان بعد ما سخن رفض ان يلعب او يلجاز الفني بوب رادلي شاف انه مش جاهز ان يلعب المباراة فقال له اقعد على الدكة وبدأ يلاعب عاشور طاقي اللي كان بيسخم معاه فده زعل عماد متعب كمهاجم كبير ورفض ان يكمل المباراة وميشي ورجع تاني والقصة اللي كلنا عارفينها القصة دي اثرت بشكل كبير على شكل بوب رادلي كمدير فني امريكي ورجل مدير فني المنتخب مصر اعتقد ان قرار برادلي كان قرار مباشر وسريع في هذا الامر قرر استبعاد عماد متعب من موسكا المنتخب وهو خرج وحصل ما حصل من ادعاء انه عنده اصابة في الازن والوسطى وكلام ده لكن هو في النهاية خرج بشكل عقابي لان المدربين الاجانب ما بيعرفوش الغزار في الامور دي ما عرفش مشكلة زيدان والشناوي زيدان والشناوي حتى الان رغم ان التلفزيونات صورت الموضوع رغم ان الموضوع شافوا كل الناس انا مش فاهم غاد دلوقتي ازاي جهاز الفني ما خدش قرار في هذه الازمة اللي خرج تصريحات من الشناوي ان دي نرفازت ملعب بينه ما بين زيدان لكن اللي احنا شفناه ده خارج عن المألوف نجوم الكرة المصرية في الفترة الاخيرة وشفنا شيكابالا عمل ايه مع الكابتن حسن شحاتة نجوم الكرة المصرية بدأوا يخرجوا عن الخط اعتقد اني لازم عقابه عقاب رادع وانا من هنا بحيي كابتن حسن شحاتة فيه وقفته ضد شيكابالا واحيي باب رادلي في وقفته ضد دعمات متعب لكن لازم يكون لي وقفة الجهاز الفني المنتخب مع الشناوي ومع زيدان حتى لو كانوا هم دعائم رئيسية في المنتخب ومهمين جدا لابد ان ياخدوا عقاب ويخرجوا حتى المباراة علشان الناس تشعر ان النجوم الكرة مش فوق القانون وان النجوم مش فوق اي حاجة وانهم يعملوا اي تصرف والناس تقبالوا يعني اعتقد قرار اللجنة التنفيذية ان تطلب تقرير من الجهاز الفني اعتقد ده قرار متأخر جدا كان مفروض الجهاز الفني على طول يكتب تقرير وياخد عقوبته ويبعتها للجنة التنفيذية والموضوع ينتهي مش لما نشوف الموضوع على شاشات التلفزيونات نبدأ نتحرك يعني انا نسي المسؤولين المصريين يتحركوا بدري بدري وما يستنوش غد ما نشوف رد فعل الناس ونبدأ نتحرك لا احنا ده امر كل الناس شافته وده موضوع حتى لو محدش شافه العقوبة يعني الخروج عن المألوف او الخروج عن الاطار بتاع اللاعب الكورة لابد ان يعاقب عقاب زي ما هو بياخد فلوس عشان ما يتكررش تاني عشان ما يتكررش تاني لان دلع النجوم هو ده اللي تسبب في انهيار الكورة المصريف في فترة الأخيرة زي ما فيه مليونيات في مدان التحرير دلوقت نادي الاتحاد السكنداري كمان النهاردة جامعة المعارضة عاملة وقفة لتطبيق قانون العزل السياسي وتطهير النادي من فلول النظام السابق وهو الدكتور عفة السادات رئيس النادي تعليق قدرتك ايه والله انا شايف ان النادي الاتحاد فيه جابهتين جابها معارضة وجابها حاكمة حاليا الدكتور عفة السادات يمكن كان قبل كده اه هو كان عضو في الحزب الوطني وكان عضو مجل الشعب عن الحزب الوطني بس يا جماعة مش عايزين نقول ان كل الاعضاء اللي في الحزب الوطني كانوا سيئين لا فيه ناس كانت في الحزب الوطني كانت يعني بتؤدي بشكل جيد فانا شايف ان نبعد الرياضة عن حتة فلول النظام وعن حتة السياسة لكن اذا كان هم ليهم رأي في عفة السادات انا شايف ان تتعمل جمعية عمومية مش مسألة جمعة ولا مليونية ولا الكلام ده كله لا يتعمل جمعية عمومية غير عادية والناس تاخد قرار بشكل مصار طبيعي بشكل قانوني ضد اي خروج اذا كان خرج عن نصوص الليحة او اذا كان عمل قرارات مخالفة للوحي والقوانين المصرية لكن اذا كان انا مسألة بكره وبحب اعتقد ان ده ما ينفعش في رياضة يعني مش معقولة كل واحد نختلف معاه فنعمله مليونية يعني الموضوع مش بالشكل ده صح تمام دلوقتي اريد ان اتكلم عن بطولة يورو 2012 اللي هتنطلق النهاردة من بولندا توقعات حضرتك للبطولة ايه وتقييم حضرتك للمجموعات المشاركة في البطولة والله يورو انا شايف ان البطولة المرادة بطولة صاخبة هي البطولة التي تحمل رقم 14 في تاريخ بطولات الامم الاوروبية واعتقد ان بطولات الامم الاوروبية دي بطولات مهمة جدا او هي البطولة رقم اثنين بعد كأس العالم لكرة القدم لكن انا شايف كمان انها اقوى من كأس العالم لكرة القدم لان كأس العالم بيبقى فيه بعض الفرق من افريقيا ومن اسيا ومن استراليا من القارات الصغيرة فبالتالي بتبقى الادوار الاولى في كأس العالم مش على نفس مستوى اليورو بطولة الامم الاوروبية بتبقى قوية جدا لان كل الفرق فيها صعبة وقوية واحنا عارفين القارة الاوروبية كلها منتخبات قوية ومنافسة اعتقد البطولة المرادة ال 14 جات في ظروف غامضة وفي ظروف صعبة جدا خصوصا ان كانت البطولة مهددة قبل ما تقام مهددة بالالغاء بسبب ان اول مرة تقام في شرق اوروبا بولندا واوكرانيا لأول مرة تقام في بلاد زي كده فكانت فيه صعوبة شديدة جدا قبل انطلاق البطولة ايضا البطولة جات في ظروف صعبة اقتصاديا بتمر بيها اوروبا بشكل عام يعني كلنا عارفين الظروف اللي بتمر بيها اوروبا الظروف الاقتصادية والبنوك اللي تعرضت لمشاكل البطولة جاي في ظروف وسط ظروف صعبة جدا وبعدين شفنا كمان قبل البطولة بعض التهديدات من النازيين الجدد ومش عارفين الجماهير وفي بعض الامور اللي هي تهدد كيان البطولة لكن خرج علينا بلاتيني اللي هو رئيس الاتحاد الاوروبي لكرة القدم الفرنسي وقال اني ازدنا استطار عن كل المشاكل دي وهنبدأ اليورو اللي هتنطلق النهاردة ان شاء الله الساعة ستة قالك هنبدأ بشكل جديد ودعا اللاعبين المشاركين في البطولة ونجوم المنتخبات الاوروبية الكبرى انهم يتعاملوا بشكل هادي مع الجماهير لو حصلت اي هتفات عنصرية واني ما يخدوش بالهم من الهتفات ويركزوا في الملعب لان اي هتفات عنصرية هتحصل واللاعب هيبدأ يعمل نعم الاستفزازات لهذه الجماهير هيحصل على الكروت الصفرة والحمرة مباشرة وده تهديد صريح من رئيس الاتحاد الاوروبي اعتقد بشكل عامل المنافسة هتكون منافسة قوية المجموعات مجموعات متساوية في القوة لان في كل مجموعة تلاقي فيه منتخب او اتنين قوي جدا ويعني اعتقد القوة متكافأة في معظم المجموعات المنافسين الحقيقيين في البطولة هم المنافسين التقليديين في اوروبا اعتقد انجلترا من المنافس قوي المانيا منافس قوي اسبانيا منافس قوي يعني فرنسا منافس قوي عندنا اكتر من منتخب منافس بشكل جيد ودولة القوة التقليدية في القرى الاوروبية القرى العجوز لكن فيه قوة دخلة جديد على رأسها بولندا بولندا الدولة المستضيفة عندها منتخب جديد عندها منتخب بيضم معظم اللعيبة اللي هم في الدور الالماني بيشاركوا في الدور الالماني وعملين نتائج كويسة منتخب بولندا منتخب واعد وعنده اماله بيلعب على ارضه وسط جمهوره والمنتخب ده وصل لدور الاربعة في البطولة الماضية فعنده امال ان المرة دي يحقق نتائج افضل ويصل للنهايات فاعتقد ان المجمل العام ان البطولة هتشهد منافسة حقيقية هنشوف متعة حقيقية في كرة قدم جميلة لان كلنا عارفين القرى الاوروبية بتتمتع بكرة قدم على مستوى عالي من ضمن الاخبار ايضا المتعلقة ببطولة الامم الاوروبية ان منوال جوزي سخر من منتخب البرتغال ووصفه بالسرك تعليق حضرتك ايه على هذا التعليق والله منوال جوزي زي ما هو تصرحته كالتصاخبة ودائما بتصير اللغط في الدور المصري لكن هو كمان بحب يعمل نفس الشو في الدور البرتغالي وينتقد منتخب بلاده او ينتقد الجهاز الفني منتخب بلاده يمكن يحط نفسه في بعض البطولة اذا خسر فيدخل قائمة المرشحين للإدارة الفنية للمنتخب بلاده اعتقد ان التصريح سركي رد عليه مدرب المنتخب البرتغالي وقال انه وعلى فكرة مدرب المنتخب البرتغالي 42 سنة يعني ضعف عمر مانوال جوزي ضعف عمره مدرب المنتخب البرتغالي رد عليه وقال ان السرك ده حاجة منظمة جدا يعني قال لك ان انا ما عنديش وقت ارد على مانوال جوزي لان احنا مركزين جدا في الفترة الحالية وعايزين نلعب اليور وعايزين ننافس بشكل جيد بس اللي قالوا من والجزئ ان المعسكر المنتخب او اداء المنتخب يشبه السرك قال لك ان السرك ده شيء حاجة منظمة جدا لان رغم انك انت بتشوف السرك فيه اكتر من فقرة لكن شيء منظم جدا فيمكن حتى الردود الاوروبية بتكون الردود على مستوى عالي والناس بتعرف يعني ايه بتعرف كيفية الرد على الاسئلة في الدورة وده اتمنى ان المدربين المصريين في مصر نتعلم من درس اليورو نتعلم من تصرحات المدربين في اليورو نتعلم من اداء اللاعبين وتصرحات ومكالمهم لان ده بيشبه المنديال العالمي اللي احنا نتعلم منه يعني كأنه دورة تدريبية للمدربين بتوعنا واللعيبة والجمعير بتاعتنا تتعلم من السلوك ده استاذ عمري دارديري نقد الجاذب الاهرام نورتنا النهار ده نهارك سعيد مشاهدينا بكادة تكون خلص بقرتنا بيكون خلص كمان يومنا كله بكرا ان شاء الله يوم جديد وفريق اعمال جديد ونهاركم سعيد موسيقى موسيقى موسيقى